سلام عليكم قصتنا الليلة لامرأة اسمها مهيرة مهيرة هذه امرأة مغربية وتحية لأهل المغرب والعهون السامعين جميع المرأة هذه الله يسلمكم أربلة زوجها ميت من عدة سنوات أو بالأحرى من حوالي تقريبا 13 إلى 14 سنة في وكة حدوث القصة ومهيرة هذه لما تزوجت هي وزوجها الله سبحانه وتعالى رزقهم بولد وحيد سموا هذا الولد محمد وبعدها ظاهر المرأة صار عندها مشاكل في الحمل وما حصل الحمل وصارت هي وزوجها يربونها الولد كل شبر بنذر والزوج مهيرة كان رجل مكافح يواصل الليل بالنهار يشتغل فيه أي شغلة تصير له الحد ما قدر هذاك اليوم بعد ما تزوج بعدة سنوات أنه يشتري قطعة أرض على أطراف إحدى المدن ويبني على هالأرض هذه بيت مكون من طابقين طابق أول وطابق ثاني وسكن هو وزوجته في الطابق الثاني والطابق الأول أيام يأجرونه أيام فاضي يعني يسكن فيه مستأجرين والحياة ماشية بشكلها الطبيعي إلا أنه بيوم من الأيام يجي انفرق الجماعات وهادم اللذات الموت اللي ما يعرف لا صغير ولا كبير توفي هذا رجل وفاة طبيعية وانتقل إلى رحمة الله عز وجل لما توفي زوج مهيرة كان الولد محمد عمره تقريبا عشر سنوات وطبعا مهيرة هذه الله يسلمكم امرأة ذات حصن وجمال والمعروف عنها على قدر عالي من الرقي والاحترام وامرأة لغبرة عليها بعد ما توفي زوجها دائرة بالها على ولدها كان تار كلهم مبلغ من المال لكن الفلوس إذا منت قاعد على بنك تخلص ومحمد كان في هذا الوقت داخل في المدرسة في المرحلة الابتدائية وبناء عليها اضطرت مهيرة إلى أنها تطلع إلى سوق العمل وصارت تشتغل في تنظيف المنازل في المحلات التجارية في المزارع على أطراف المدينة ما تخلي شغلة إلا ما تشتغلها في سبيل أنها تأمن لقمة العيش أو لقمة الأكل لها والولدها واللي كان مريح مهيرة أنه البيت هذا ملك والملك لله عز وجل يعني ما في مستأجر أو مؤجر عفوا آخر شهر يجي دق الباب على عطونا الأجار لا مهيرة وولدها كانوا مرتاحين من هذا الموضوع لا أجار ولا من يحزنون المهمة تروح الأيام وتجي الأيام محمد صار يكبر شوي شوي لحد ما وصل هذاك اليوم إلى نهاية المرحلة الإعدادية محمد ما طلع فالح في الدراسة وشاف أمه تطلع تشتغل وتحاول أنها يعني تصرف عليه لذلك قرر محمد أنه يترك الدراسة ويتجه إلى سوق العمل في سن مبكرة حاولت الأم معاه يا محمد يعني أنا أحاول أأمن المستلزمات والمصاريف وأنت تابع دراستك الشهادة بيوم من الأيام سلاح لك لكن محمد كان رافض هذا الموضوع وقالها خلاص أنا ودي أطلع أشتغل وأساعدك وما رد عليه وفعلا ترك الدراسة وصار يشتغل في المحلات التجارية في الأسواق من هناك وصار يساعد والدته في مصاريف المنزل والشاب هذا محمد صحيح أنه ما تابع الدراسة أو ما طلع فالح في الدراسة والعلم إلا أن الشاب كان على قدر عالي من الرقي والاحترام والأخلاق شاب بيحترمونه كل شباب الحارة ويشتغل بجد وإخلاص ويساعد والدته ويدير باله عليها ويداريها والأم أشعرت أنه والله صار عندها سند وعندها ولد يدير باله عليها يشتغل فيه كثير من الأحيان لما صار محمد تقريبا في السن العشرين معدي يخلي أمه تطلع على الشغل قال له الآن أنت تقعدين وتتستتين وكل شي يجي لعندك الشغل برة ما عاد فيه ومحمد أول ما فتح عيونه على هالدنيا يعني أول ما وعى وصار يفهم فتح عيونه على أمه اللي كانت قائمة بدور الأب والأم بنفس الوقت وبناء عليه تعلق محمد بأمه إلى درجة كبيرة جدا يغار عليها من نسمة الهوى وخصوصا لما صار شاب ورجل وصار يطلع على الشارع ويشتغل ويشوف قديش النساء الجميلات أو النساء بشكل عام يتعرضا إلى التحرش يتعرضا إلى كلام يتعرضا إلى محاولات كثيرة من كثير من الأشخاص أنهم يستغلون الظروف والأوضاع المادية اللي تكون فيها النساء لذلك محمد كان يشوف قدام عيونه يشوف شون اللي يصير في الأسواق المرأة اللي تطلع تشتغل اللي تنظف اللي تشطف الدرج تتعرض لكثير من الحالات لذلك كان يغار على أمه ويخاف عليها وفي الفترة الأخيرة ما عد يخليها تشتغل ويحاول يسعدها ويأمن لها كل مستلزماتها وهي قاعدة في البيت وبنفس الوقت يحاول يعوضها عن سنين الشقة اللي مرت وهي تشتغل وتتعب لحد ما صار وتصور محمد وقرر أنه يرد لها الجميل المهم محمد يشتغل يوم في شركة يوم في مصنع يوم في معمل يوم في محل تجاري وما استقر على مثل ما تقولون مهنة أو حرفة معينة ما تعلم حرفة ومثل ما نقول عصفور طيار تروح الأيام وتجي الأيام لحد ما وصل محمد إلى سن تقريبا 22 سنة وأم محمد مهيرة كانت تقريبا في بداية الأربعينيات 41-42 سنة محمد عنده صديق وحيد فيها الحارة ينقال له موسى محمد وموسى يعتبرون أخوين لكن كل واحد من بطن والسهرات والطلعات والروحات والجيات دائما محمد وموسى السوا ومحمد دائما يشكي لصديقه موسى أنه والله الشغل اللي ما هو مستقر فيه يومه بشركة ويومه بمعمل مثل ما قلنا أخو موسى يعمل كرجل أمن أو سيكورتي في إحدى الشركات قام عرض على محمد قال له شرايك يا محمد أخوي يشتغل رجل أمن في شركة خاصة شرايك أضبط لك الوضع مع أخوي أو أسولف معاه بما أنه أخوي صار له مدن من الزمن ويعرف مدير الشركة شرايك أضبط لك الموضوع وتشتغل سيكورتي رجل أمن قال له ما عندي مشكلة أبدا وقال له أنت كذلك عندك المؤهلات محمد طبعا شاب جسم ومفتول العضلات وشاب ما شاء الله عليه قال له إيدي بزنارك لاقي لي شغلة خليني أرتاح من التعب والشقة وكل يوم في مكان وفعلا قام موسى شاف أخو قال له السالفة كذا وكذا تعرف صديقي محمد يحني شاب بسيط وقاعد يبحث عن نعمل شرايك تشوف هنا مدير الشركة هذه وتوظفه معاك قال له ليس إلا ما عندي مشكلة أبدا خليني بس أشوف مدير الشركة ومشرب عزك أنت ومحمد وفعلا أخو موسى شاف المدير وبلغوا أنه في شاب مواصفات وكذا وكذا وهذا شاب على مسؤوليته وشاب قد المسؤولية قال له خلي يجي الشاب نشوفه إذا وضعه مناسب حيا الله أنت وياه وفعلا راح محمد هذاك اليوم وصوا مقابله وتم قبوله في الشركة واستلم الدوام وصار يشتغل رجل أمن فيها الشركة الخاصة وأول شهر شهرين ثلاث الأمور من أحسن ما يكون محمد صار عنده كل أسبوع شفت شكل يعني أسبوع يداوم من الصباح حتى المساء وأسبوع من المساء حتى الصباح أسبوع ليلي وأسبوع نهاري وكانت مهمة محمد هو ومجموعة من الأشخاص يحرصون أحد المعامل على أطراف المدينة في منطقة قريبة من السكن اللي ساكن فيه ويتناوب هو أصدقاؤه أيام في النهار وأيام في الليل والأمور ماشي تمام التمام والراتب ممتاز والأم بسوطة أو عايش هو والده حياة سعيدة جدا بدون أي مشاكل تذكر تروح الأيام وتجي الأيام في يوم من الأيام وبعد ما أشتغل محمد فيها الشركة حوالي سنت زمان وفي يوم من الأيام لبس محمد هذاك اليوم وعنده دوام كان ليلي لازم يطلع تقريبا على الساعة 7-8 المساء ويرجع فيه صباح اليوم الثاني المهم لبس ثيابه ولبس الثياب الخاصة اللي معطيته إياها الشركة ويلبس ويطلع من البيت بعد ما طلع من البيت شوي مسافة 500 متر ويلتقي مع صديقه موسى سلام عليكم وعليكم السلام وين الهمة؟ قالوا والله رأي على الدوام قالوا يا صديقي اليوم صراحة أنا طالبك قالوا أبشر بعزك شنو ودك أنا جاهز قالوا لا تقدر عليه والأمر هين إن شاء الله تعرف أنت أنا قبل مدة خطابة فلانة هذا الشاب موسى خاطب فتاة من أحدى الأحياء المجاورة وجه معه معطين موافقة مبدئية لكن ظل عليهم أنهم يجون في زيارة على منزل هذا الشاب موسى لأجل يتعرفون على الجماعة عن قرب ويشوفون المنزل ويشوفون السكن ويشوفون بنتهم وين دها تسكن ومع من ودها تعيش فموسى هذاك اليوم قالوا والله يا صديقي أنت صديقي الوحيد وصراحة أنا متلبك وعايزك اليوم أنك تكون في جانبي قالوا بس أنا عندي دوام وفي أحد الأشخاص الآن بانتظاري ولازم أني أروح أستلم منه الوردية لازم أنا أستلم والرجال يروح على أهله قالوا ما عليك السالفة هذه عندي أنا الآن أتصل على أخوي اللي يدبرناك الشغل يضبط واحد من هالشباب يروح يحرس مكانك الليلة ونروح نوياك ونستقبل الجماعة قالوا إذا أخوك يضبط لنا الأمور والله ما عندي مشكلة أحال على قلبي من العسل وفعلا يقوم موسى يتصل على أخوه قالوا سالفة كذا وكذا واليوم أنا طالب محمد أنه يبقى معاي قالوا ماشي خلي عندك وأنا راح أتصل على واحد من هالشباب اللي أمون عليهم اللي يشتغلون في نفس الشركة وخلي محمد عندك اليوم وفعلا هذا اللي حصل أخو موسى اتصل على واحد من الشباب وراح استلم مكان محمد ومحمد وموسى راحوا على بيت موسى قعدوا وجود جماعة أهل العروسة واستقبلوهم ومضت هذه الليلة على خير الحد تقريبا الساعة 11 ونص أهل العروسة قاموا وراحوا في حال سبيلهم ومشت هذه الليلة على خير والأمور من أحسن ما يكون ومحمد بعد ما خلصت الأمور ومشت على خير قالوا الآن أنا ودي أرجع على البيت لعند والدتي الله معاك يا محمد ركبوا محمد رجليه لأنه المسافة ما هي بعيدة أبو يعني 700-800 متر لكن موسى ما خل الله يطلع الحاله وقالوا خليني أتمشى أنا وياك ونكذر شوي فيها الحارة الأجواء هادئة وفعلا طلعوا اثنين يتمشون لحد ما وصلوا إلى باب بيت محمد محمد معاه المفتاح وموسى تابع مسيره في الشارع قالوا ودي أوصل للآخر الشارع يعني تقريبا 200 متر قدام المهم ما لكم بطول سيرة محمد فتح الباب بالمفتاح ولما فتح الباب ويشوف دراجة نارية تحت الدرج شفته في المدخل يكون سحبة الدرج الأولية تكون طالعة بعكس اتجاه الباب ففي مكان اللي عنده دراجة اللي عنده دراجة هوائية ولا نارية أحيانا الواحد يحط أغراضه شوي تحت بيت الدرج وشاف الدراجة النارية هذه لمن الدراجة النارية ما هو خابر أنه حدا من معارفه ولا من أصدقائه يعني وشنو جاب الدراجة النارية على بيت الدرج المهم ويطلع على الدرج أول ساحبة الثانية فتح الباب ويسمع صوت داخل الشقة داخل البيت أمه ومعها رجل لما دخل عليهم على غرفة النوم ولا فيها ذاك المنظر المخل أمه في أحضان هذا رجل وقايم الدنيا وما هي قاعدة بيناتهم محمد ما استوعى بالصدمة وشنو ديساوي ما هو عرفان الصدمة كانت قوية جدا ما كان يتوقعها بحياته أنه يشوف أمه مع رجل غير أبوه لا والسالف الآن زنا وفساد أخلاقي وحرام لذلك محمد شنو سوى قام طلع من البيت وينزل على الشارع ويبدأ يصيح ويصرخ فيه شباب بالشارع اللي رايح اللي جاي اللي جاي من السهرة ومن ضمن الأشخاص اللي حضروا موسى صديق محمد صار يصيح وصار يصرخ واجتمعت هالناس وهالجيران اللي موجودة اللي مطرسه من الشباك اللي طلع على البلكون يشوف قامت الدنيا وما قعدت فيه الحارة شنو الموضوع يا محمد شنو السالفة قال أمي معاها رجل غريب أول مرة أشوفه محمد حاول أنه يطلع على سفرة الدرجة الثانية يعني على الطابق الثاني ويرمي حاله من فوق إلا أن صديقه موسى أمسكه هو وبعض الشباب ما خلوه يرمي حاله وبنفس الوقت اتصلوا على رجال الأمن خلال دقائق كانوا حاضرين رجال الأمن ويتم إلقاء القبض على أم محمد اللي هي مهيرة وعلى صاحبها هذا اللي عندها صاحب الدراجة وطبعا السالفة ماودها انتشر الخبر في الحارة ويا بنت قولي لأمك مهيرة صاحبة وعندها صاحب ويا ما تحت السواهي دواهي وبدأت الناس تسولف وانتشر الخبر الرجال الأمن خذوا مهيرة وصاحبها وهذا محمد على مركز الأمن لأجل يشوفون شنو الموضوع وشنو السالفة الولد قال لهم هذا اللي شفته وهذا اللي جرى وهذا اللي صار لكن بنفس الوقت محمد منهار وتعبان نفسيا على هالمنظر وعلى هالصدمة اللي انصدمها ورجال الأمن بناء عليه تحفظوا على مهيرة وعلى صاحبها اللي تقريبا فيه منتصف ثلاثينيات من عمره وبعد منها تم تقديمهم للمحاكمة مهيرة تم تقديمها للمحاكمة بتهمة الفساد الأخلاقي وهذاك الرجل ادعت عليه زوجته كذلك بالخيانة الزوجية وحاول انه يكسب ودها وانه يا بنت الناس تنازلي ونزو عابرة قالت لا يمكن خلك تاخذ حقك وتشتكي عليه كذلك المهم تم الحكم على مهيرة وعلى هذا الرجل مدة صراحة غير معلومة بالنسبة لي لكن خذوا حكم وبالنسبة لمحمد محمد ظل فترة من الزمن في البيت خذ إجازة من الشغل وما عاد له عين يحط عينه بعيون سكان الحارة وصيرت أمه صارت علىه كل لسان وسهل فما هي سهلة وصدمة كبيرة تعرض لها المهم بعد أسبوع عشر تيام زمان جاء صديقه موسى ويا محمد ما يصير وانت لازم تتابع عملك ومحمد ما هو متوقع هاي الصدمة اللي معقولة أمه تجيب رجل اللي عندها على البيت وتسوي هالشغلات هذه والسيرة صارت على كل لسان المهم بعد مدة من الزمن طلع محمد من الحالة وصار يروح على الشركة هذه داوم مثل قبل أسبوع فيه النهار وأسبوع فيه الليل وتروح الأيام وتجي الأيام شهر وشهرين ثلاث شهور وفيه صباح أحد الأيام معه شقة الضو فيه رجل فقير كلنا فقراء لله عز وجل الرجل هذا عنده دراجة هوائية يركب الدراجة هذا من الصبح ويطلع يفتل فيها الشوارع يبحث فيه حاويات القمامة أجلكم الله تكرمون عنها الطاري أو بجانب الحاويات يبحث عن خبز يابس ويجمع هذا الخبز وبعد ما يصير عنده كمية يبيعه فيه كثير من الأشخاص يشترون خبز يابس بالإضافة إلى أنه الرجال يبحث عن ألمنيوم عن بلاستيك عن حديد ويترزق الله عز وجل هذا الرجال فيه صباح ذاك اليوم طالع على أطراف المدينة فيه منطقة نائية شوي وفيه طريق فرعي ولا فيه على جانب هالطريق أربع خمس أكياس والأكياس هذه فيه منها كبير وفيه منها صغير ومن باب الفضول ومتعود هذا تعرفون الأشخاص هذولا دائما نواجههم في كثير من الدول وفيه كثير من المدن لما يشوفون كيس مثلا على الجانب هالطريق يقولون لك هذا يمكن فيه ثياب يمكن فيه أدوات منزلية يمكن فيه أي شيء ممكن نستفيد منه فيجون يفتحون هالأكياس هذه يشقونها ويطالعون الأغراض اللي فيها هذا الرجل جاء على الأكياس أول كيس افتحه ولا العياذه بالله ولا أطراف جثة بشرية فتح الكيس الثاني ولا فيه رأس بشري يا لطيف يا ساتر الرجال هذا مباشرة خبر رجال الأمن حضر رجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت لما حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم الكشف على الأكياس الباقية هي خمس أكياس مثل ما قلنا أكياس صغيرة وأكياس كبيرة لما تم الكشف على الأكياس الخمسة وشافه محتوياتها ولا الأكياس هذه تحتوي على أعضاء جثة بشرية كاملة كل الأعضاء موجودة فيها الكيس الرأس لحال اليدين لحال الأقدام لحال المهمة جثة كاملة مكملة موجودة فيها الأكياس الخمسة لكن من خلال الكشف جماعة الطب الشرعي اللي حضروا فيه المكان ومن خلال كشفهم الأولي على أعضاء الجثة أو الأشلاء البشرية هذه تبين أنه القاتل غير محترف لأنه الأجزاء هذه مقطعة بطريقة بدائية وشخص ما عنده خبرة فيه التقطيع بالإضافة إلى أنه هذا المجرم أو القاتل شخص عديم الخبرة فيه التقطيع وفيه إخفاء معالم الجثة لأنه ملامح الوجه واضح 100% باستثناء آثار الدماء الموجودة بالإضافة إلى أنه بصمات الرجل يعني ما هي ممحية وظهر من خلال النظرة الأولى استخلصوا رجال الأمن والطب الشرعي أنه الغرض من تقطيع الجثة هذه هو التخلص من الجثة وليس إخفاء المعالم بالإضافة إلى أنهم اكتشفوا أنه السبب الرئيسي للوفاء بشكل تقديري وتقريبي بما أنه في مسرح الجريمة أو في المكان اللي اعثروا فيه على الأكياس هذه تبين أنه الجثة تعود إلى رجل تقريبا في العقد الخامس من عمره 47-48 سنة لأنه سيبين من خلال تقدير الطب الشرعي بالإضافة إلى أنهم ما اعثروا على أي وثيقة الدل على هوية هذا الشخص بالإضافة إلى الأمر الغريب اللي لاحظوه رجال الأمن والطب الشرعي والناس اللي حضرت إلى المكان أنه الجثة هذه مقطعة بثيابها اللي لابستها وحتى الحذاء لابسوا في أقدامه واستغربوا رجال الأمن من هالطريقة هذه ومن هالجريمة الفضيعة المهم تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي لمعرفة لما نتعود هالجثة هذه ومنه القاتل المجرم اللي مرتكب هالجريمة الفضيعة هذه ومقطع الرجل بهالطريقة لأنه اكتشفوا أنه التقطيع ما أخذ معاه وقت ومتعذب كثير لحد ما قدر يقطع هالجثة إلى الأجزاء هذه ويحطها في الأكياس حتى الأكياس اللي احضروا فيها على الأجزاء البشرية هذه كل كيس شكل يعني الجريمة غير منظمة وبغير قصد هذا اللي استنتجوه رجال الأمن يعني ما في تخطيط مسبق للقتل المهم بعد رفع جثة إلى الطب الشرعي وبدأ رجال الأمن يحققون فيها القضية الغامضة وهذا الرجل اللي مقطع بطريقة فضيعة بدأوا يستجبون السكان المحليين على أطراف الحي فيها المنطقة هذه ويشوفون في صباحة ذاك اليوم قالوا والله فيه دراجة نارية مركونة بجانب أحد المباني قيد الإنشاء وبجانب هذا المبنى اللي قيد الإنشاء فيه مدرسة وطلاب المدرسة رايحين جايين الصبح فيه بعض الطلاب شايفين الدراجة النارية هذه وظاهر صاحبها راكنها بهالمكان وما في حدا ظاهر يعني في هالمكان في هالمبنى هذا والمبنى صار له مدة من الزمن مهجور ما حدا يروحوا ويجي عليه فالأطفال هذول شنو يسوون واحد يركب الدراجة والثاني يدفعوا ويرجعون الدراجة هذه مكانها الموجودين قال للرجال الأمن والله فيه دراجة غريبة صراحة وأول مرة يشوفها في المنطقة وفي الحي وفي أطفال المدرسة قاعدين يلعبون عليها ويروح رجال الأمن على الدراجة ولا الدراجة هذه عليها آثار دماء قالوا لك يمكن اللي رمى الأطراف البشرية هذه أو الجثة ممكن يكون هو اللي كان يستخدم الدراجة هذه تم التحافظ على الدراجة وأخذ عينة من الدماء اللي موجودة عليها لأجل مطابقتها مع دماء الجثة ولعله وعسى أنهم يصلون إلى طرف خيط يوصلهم إلى مرتكب هذه الجريمة الفضيعة المهم رجال الأمن بانتظار تقرير الطب الشرعي وبنفس الوقت أول خطوة راح يسويها رجال الأمن في هذا الموضوع بما أنهم ما أعثروا على أي إثباتات أو وثائق تدل على شخصية هذا الرجل بدأوا يبحثون في البلاغات البلاغات الواردة من الأسر اللي ينبلغ عن اختفاء شخص فبدأوا يبحثون بهذه البلاغات هذه ولا يعثرون على بلاغ قبل تقريبا ساعتين يعني الآن رجال الأمن عندهم الوقت الساعة العاشرة والنصف فيه بلاغ جاي لأحد مراكز الشرطة على الساعة الثامنة والنصف التاسعة تقريبا وعلى حسب المواصفات المذكورة فيها البلاغ امرأة جاية هي ولدها مبلغين عن اختفاء زوجها وعلى حسب المواصفات الزوج عمره 48 سنة مقدمين صور انه الرجال هذا طلع في الليلة الماضية والرجال حاولنا نتصل فيه نتصل على أصدقاء وعلى معارف وعلى الجيران على القرايب لكن ما عثرنا على اي طرف خيط وصلنا له وشكينا في اختفاء الرجال وبناء عليه تم تقديم بلاغ من قبل الزوجة والولد الولد أمره تقريبا 22-23 سنة ابن هذا الرجل وبناء على هذا البلاغ تم استدعاء الزوجة والولد لأجل يتعرفون على الأشلاء البشرية اللي اثروا عليها في الأكياس لكن المشكلة في هذا التعرف يعني الجثة مقطعة بشكل فضيع لكن ملامح الوجه ظاهرة ومبينة الحذاء موجود الملابس اللي لابسها موجودة لكنها ملطخة بالدماء والمنظر يعني فضيع جدا لذلك فيها الحالة رجال الأمن يحاولون يهيئون الشخص اللي مستدعينه لأجل أنه يتهيأ أو يتوقع بنسبة خمسين بالمئة أنه ممكن يكون الشخص المفقود اللي يفاقدينه هو هذا الشخص أو الجثة اللي رح يتعرفون عليها علشان ما ينصدم فكان محاطين الأطراف البشرية والقطع هذه في الثلاجة ومغطينها ومبين الوجه فقط اتصلوا على الأم والشاب هذا وحضروا إلى ثلاجة الموتى إلى المستشفى اللي متحفظين فيه على الجثة والزوجة ما قدرت تفوت ففات الولد لما شاف الوجه قال هذا أبوي وصار يبكي وشلون اللي صار وشلون امسكو حاولوا يهدونه الأم شافت الولد يبكي عرفت أنه هذه جثة زوجها والمرة كذلك صار الطلطم وصار تصيح طولي بالج يا بنت صدمة قالوا لهم عثرنا على جثة الزوج مقطعة في مكان معاه ومحطوطة فيه أكياس وهذا اللي جرى وهذا اللي صار اشلون ومن اللي قتلوا ومن اللي ارتكب هالجريمة قالوا والله هذا أنت ويدكم تساعدون فيه الزوجة شنو يشتغل قالت والله زوجي موظف في البلدية عنده مشاكل عنده ثار عنده مشاكل مع أصدقاء ومشاكل مالية ومشاكل عائلية قالت أبدا زوجي رجل عصامي ورجل ما عنده مشاكل أبدا من الوظيفة إلى البيت لا يطلع ولا يروح ولا يجي ولا عندنا ثار في العائلة الأثار قديم والأثار جديد وأسرة تعتبر أسرة مثالية ما نعاني من أي مشاكل وقالت الزوجة إن زوجي يطلع الساعة سبعة ونص ثمانية على الدوام يرجع علينا تقريبا على الساعة سبعة ثمانية لأنه يشتغل دوام إضافي وما عندنا أي مشاكل لا مع جيران ولا مع أقارب المهم قالوا يا أم وفلان زوجة هذا آخر مرة شفتوا فيها وين راح وشنو اللي صار هذاك اليوم ودنش تقول فينا بالتفصيل قالت والله صراحة فيه شغلة ما أدري هل ممكن تفيدكم في التحقيق أو لا قالوا وانتي قولي وإحنا نقرر إذا تفيدنا ولا لا الزوجة شوية راح آخر مرة قالت والله زوجي عنده أخت في السجن وراح ذاك اليوم في زيارة على أخته في السجن أخته شنو سالفتها وشنو موضوحها قالت والله صراحة يعني موضوع شوية خاص قالوا لا الآن إحنا في تحقيق ما في شي خاص وإدري تسول فينا باللي تعرفينه قالت أخت زوجي قبل حوالي ثلاث شهور حصلت معها مشكلة ومسكوها مع رجل في البيت وتم إيداعها في السجن وتم الحكم عليها وطلبت من أخوي أنه يزورها وراح في زيارة عليها على السجن وراحوا معاذ رجع وبشنه راح وشنه راكب قالت راكب دراجة نارية عنده دراجة نارية يتنقل فيها فيها المدينة وبين المدن وأخذ زوجي شهادي وين موجود بأي سجن قالت فيه السجن الفلاني شنه اسمها قالت اسمها فلانة بنت فلان بنت فلان وبناء على المعلومات اللي حصل عليها رجال الأمن يتوجهون إلى السجن المذكور وفعلا يأثرون على المرأة هذه اللي هي مهيرة وفعلا لما اطلع رجال الأمن على القضية اللي حصل معاها تبين كلام زوجة هذا الرجل المقتول أنه كلام صحيح وأنه المرأة فعلا ماسكينها مع رجال والآن محكومة وقعدة تقضي محكوميتها اسألوا مهيرة أخوتي جي لعندش على السجن يوم أمس قالت ايه والله جاني وليش وشنه الموضوع وشنه السالفة قالت والله صراحة يا جماعة بعد ما حصل معاي هالفلم والولد هذا فضحني فيه الحارة وصارت هالمشكلة اللي إلها أول وما لها آخر وتسبب فيه سجني وفضيحتي وفزة علي الناس طلبت من أخوي أني أسوي له وكالة بالبيت والبيت هذا مسجل باسمي وجاني يوم أمس الليلة الماضية وسويت له وكالة وودي أطرد الولد هذا من البيت ولا عاد أشوفه في البيت بعد ما أطلع من السجن قالوا يعني سويتي وكالة الأخوش قالت نعم الليلة الماضية جاني وقعت له على الوكالة وخذ الوكالة هذه وعلى أساس يطرد الولد من البيت وبناء على المعلومات اللي حصل عليها رجال الأمن من مهيرة ويتوجهون إلى منزل محمد اللي هو منزل مهيرة دقوا الباب طلع لهم محمد سلام عليكم وعليكم السلام حضرتك سيد محمد قال نعم خير إن شاء الله شنو الموضوع قالوا ممكن ندخل عندك على البيت يا سيد محمد قال حياكم الله أهلا وسهلا بس شنو الموضوع شنو السالفة قالوا مجرد سؤال وجواب ادخلوا رجال الأمن اثنين من رجال الأمن لعند محمد قالوا له خالك جيل عندك قال لهم أي خال أنا صراحة عندي ست سبع خوال منه اللي تسألون عنه قالوا خالك فلان خالك أحمد قال لهم لا بالله ما جاني لا خالي أحمد ولا خالي فلان ما شفته أبدا قالوا والبيت هذا مسجل باسم من قالوا هذا البيت الوالدي الله يرحمه ومسجل باسمه أمك وين قالوا والله أمي في السجن ليش أمك في السجن قالوا والله أمي موضوعها كذا وكذا وسولفهم القضية على استحياء ومستحي وحاط راسه بالأرض قالوا أنت متأكد أنه خالك ما جل عندك قالوا متأكد ولا جاني لو جاني أكيد كان خبرتكم طلع رجال الأمن من عند محمد وبدأوا ياخذون بعض الأقوال من سكان الحارة أنه هذا محمد شنو موضوع وشني صالفته في الليلة الماضية حدا جل عنده حدا طلع حدا راح بناء على أقوال بعض الجيران قالوا إيه والله الليلة الماضية على الساعة تقريبا التاسعة مساء جت دراجة نارية لرجل أول مرة نشوفه يعني ما نعرفه وقف صاحب الدراجة النارية أمام المنزل وطلع عليها محمد من البلكونة من الطابق الثاني وبعد منها نزل محمد على الشارع والجمهور أو سكان الحارة اللي أعطوا هالأقوال هذه أعطوا مواصفات دقيقة للرجل اللي جاي على الدراجة النارية وبناء على المواصفات اللي حصلوا عليها مواصفات الرجل اللي جاي على الدراجة تتطابق مية بالمية مع مواصفات الرجل المقتول اللي هو خال محمد ويرجعون على البيت لعند محمد يا محمد يا فلان يا كذا يطولك يقصرك محمد يقول ما شفت خالي أبدا صار يمود من الزمن ما شفته فتشوا المنزل ويعثرون على محفظة رجالية ويعثرون في المحفظة رجالية على بطاقة الخالة الشخصية والوكالة اللي مسويتها مهيرة الأخوها أحمد ويمسكون محمد اعترف يا محمد الآن هذه بطاقة خالك الشخصية شنو قاعدة تسوي عندك في البيت وهذه الوكالة اللي مسويتها أمك الخالك محمد ما هو راضي يعترف أبدا لكن رجال الأمن علشان يتأكدون مية بالمية وبما أنه على حسب المعطيات اللي عندهم الجثة لازم تكون مقطعة في هذا المنزل وبالتالي راح يكون فيه آثار دماء وغسيل الدماء هذه راح ينزل على الصرف الصحي قاموا رجال الأمن طلبوا من جماعة البلدية أو المسؤولين عن الصرف الصحي أنهم يجون ويفتحون فتحة المنهل أو الريقار اللي موجود عند منزل محمد ولما افتحوا جماعة الصرف الصحي المنهل أو الريقار ولا فعلا بين آثار الدماء ما زالت موجودة في الصرف الصحي تكرمون عنها الطاري والآن الأدلة والمعطيات والقرائن والبراهين كلها تشير إلى أنه محمد هو القاتل وبعد مواجهة محمد بالأدلة هذه اعترف محمد بالجريمة اللي ارتكبها بحق خاله يقول محمد في اعترافاته والله يسلمكم يقول خالي أحمد هذا جاني قبل خلط أيام من اليوم اللي حصلت فيه المشكلة يقول أنه مهيرة أمه طالبة من الخال هذا أنه يحصل على وكاله وبيموجب هاي الوكالة أنه يطرد محمد من البيت والخال يقول بناء على أقوال محمد قاله يا محمد صراحة أنا حاولت مع أمك أنه يعني يخلي الولد بالبيت وانتي غلطي يقول له أنا غلطت لكن محمد هذا يعني ما له حق يجيب لي شرطة ويفضحني بين الناس والآن شوفت عينك أنا من بيت وست محترمة والآن انفضحت وقعد أقضي محكوميتي وبالسجن لذلك الولد هذا لا أعرفه ولا يعرفني وأنا متبري منه إلى يوم الدين أودك تحصل على الوكالة وتطلع من البيت بأي طريقة كانت محمد يقول أنه أنا اللي عرفه أنه البيت مسجل باسم أبوي الله يرحمه وما رد على الخال أبدا اللي حصل أنه الخال راح في الموعد الثاني يوم اللي انقتل راح لعند مهيرة ووقعت له على الوكالة وجاب الوكالة وجيه هذاك اليوم قبل لا يرجع على بيته جيه لعند محمد وطلع عليه محمد وطلعون عنده على البيت ولما دخلوا داخل البيت الخال قال يا محمد شوف أنا حاولت مع أمك كثير وقليل أنه أنك تظل في البيت وأنه البيت هذا يعني فيه النهاية أبوك اللي معمره والمشاكل هذه تنتهي بينك وبينه والزمن كفيل بأنه المشكلة هذه تنطوي لكن أمك ما زالت مصممة لذلك يعني معاك يوم يومين ثلاث أسبوع زمان بالكثير لازم تفضي هذا البيت لأنه الآن أنا عندي وكالة ويعني أطلع بحب وود ولا تسوي لي المشاكل محمد يقول له البيت هذا باسم والدي وأنا الوريث الشرعي شلون البيت مسجل باسم أمي قال محمد أنه أنا قلت الوكالة هذه عبارة عن فبركة ونصبوا احتيال أنه أمي وخالي وودهم يضحكون علي وينصبون علي وينخلصوني البيت وأطلع إيد من وراء وإيد من قدام ويقوله محمد تعالجت أنا وخالي كثير وقليل إلا أن في لحظة ما وبسبب غضبي من أمي من خالي هذا اللي جاي ينصب علي ويخلصني البيت توجهت إلى المطبخ وجبت السكين وأسدد أول طعنة للخال في الصدر كانت طعنة هذه قاتلة سددت له عدة طعنات وأحدى الطعنات كانت في المنطقة الحساسة قالوا ليش طعنتوا في المنطقة أنا مو قصدي أني أطعنوا في المكان لكن وجهت طعنة على أساس أني أطعنوا في البطن لكن جت هذه في المنطقة الحساسة المهم يقول تركت ينزف الدم وبعد مدة شوي حوالي نص ساعة فارق الحياة وقررت أني أتخلص من الجث شلون ما شلون يا محمد يقول بدي سكين بديت أقطع بالأجزاء وفي عندي مطرقة صرت أدق فيها السكين لأجل أقدر أقطع المفاصل وأقطع أفصل الرأس عن الجسد ولحسن حظ محمد هذه الليلة أو هذه الأيام البيت الأرضي اللي كانوا بالعادة يأجرونه كان فاضي بالإضافة إلى أنه البيت المجاور لهم كذلك فارغ ما فيه سكان أهل وظاهر ما هم ساكنين فيه لذلك ما حدا سمع أصوات الدق ويقول محمد ظليت تقريبا إلى الساعة 12 واحدة بعد منتصف الليل وأنا أقطع به الجثة الحد ما قدرت أقطعها وبديت أجمع منها الأكياس الموجودة في المنزل أكياس أشكال وألوان وحطيت الأشلاء هذه فيها الأكياس وقررت أني أتخلص منها على أطراف المدينة وبعدين شطفت البيت وضبطت الأمور على الـ 24 ورحت تخلصت من الجثة والدراجة هذه اللي جاي فيها خالي هي نفسها اللي استخدمتها لنقل جثة خالي وبعد ما تخلصت من الجثة تركت الدراجة ورجعت على البيت ويا دار ما دخلت شر وبناء على اعترافات محمد تم تقديمه للمحاكمة وطبعا تم الحكم على محمد بالإعدام شنقا مع وقف التنفيذ وكانت صدمة محمد أنه فعلا البيت كان مسجل باسم والدته وليس باسم والده وعلى حسب أقواله واعترافاته يقول أنا لو أني أعرف فعلا البيت مسجل باسم والدتي اللي وطأت راسي بين سكان الحارة ما كنت ارتكبتها الجريمة وقتلت خالي لكن كل اعتقادي أنه الأم والخال ويدهم ينصبون علي ويخلصوني الورث اللي ورثني يا أبو وبصفتي أنا الوريث الشارعي وبسؤال رجال الأمن له قالوا طيب أنت ما قرأت الوكالة قالوا لهم أنا كل اعتقادي الوكالة هذه مزورة وهم مصوين علي لعبة لأجل يطردوني من البيت وما قرأت لا وكالة ولا من يحزنون وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبار وأهم عبرة فيها القصة مثل الأم هذه مهيرة أوكي أنت حقش تتعيشين حياتش تتزوجين ما في داعي في النهاية تكونين سبب في مقتل أخوك وفي دمار ابنك ويقضي تالي حياته في السجن وانت في النهاية شنو حصدتي للأسف مهيرة ما حصدت إلا السمعة السيئة وكلام الناس اللي ما رح يرحمها واللي تسببت في مقتل أخوها وصجن ولدها والحلال موجود وهذه تالية الحرام ومعروف طريق الزنا والفواحش في نهاية ما تأدي إلا إلى كوارث وجرائم ما يعلم فيها إلا الله عز وجل كان الأجدر بمهيرة أنها تتزوج من هذا الرجل على صنة الله ورسوله وتعيش حياتها ولا يقدر يعترضها لا ولدها ولا خالها ولا عمامها وما تأدي إلى هالجريمة الفضيعة ودمار ولدها وعائلة أخوها وكذلك سمعتها في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا أنتظر تعليقاتكم على مجريات وأحداث القصة وفي النهاية لا تنسون من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر